للقاء الضوء أكثر على المشهد الميداني تنظم إلينا من الخرطوم ورسلتنا دورة جامبو دورة أهلا بكي هل من جديد لديك هل هذا الوضع مستمرات الاشتباكات في العاصمة الخرطوم سونيا الاشتباكات تتصاعد في محيط القيادة العام للجيش والمطار بدأت هادئة ومتقطعة في صباح اليوم بدأت قليلة ومتباعدة ومتقطعة صباح اليوم لكن ما بعد السابع صباحا بتوقيت الخرطوم أي الخامسة بتوقيت جرينيش بدأت ترتفع وطيرتها وتتسع دائرتها الآن حين وصلنا إلى هذه الساعة الاشتباكات كانت قوية للغاية واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة المدفعية الأسلحة الثقيلة والأسلحة المتوسطة والخفيفة أيضا جميع أنواع الأسلحة تسمع الآن في محيطة هذه المنطقة حتى أحياء تبعد عن هذا المكان أكثر من عشرة كيلومترات تسمع فيها هذه الأصوات الآن من محيطة هذه المنطقة أيضا في سكان أحياء حمد وخوجلي والدناغلة في بحري يسمعون الآن الاشتباكات عنيفة الاشتباكات عنيفة هذه في الغالب مصدرها المنطقة المحازية للنيل من ناحية بحري حيث ترتكث هناك قوات من الدعم السريع في منطقة أو في مقر محيط فندق قصر الصداقة سابقا ترتكث هذه القوات هناك منذ فترة طويلة وأيضا منطقة عمارات الديارة القطرية شركة الديارة القطرية هذه المنطقة الآن أو هي منطقة اشتباكات منذ اليوم الأول للقتال حيث قتل فيها في ذلك الوقت هندي يدبع لحدة الشركات الكبيرة في الخرطوم لكن يتجدد القتال في هذه المنطقة اليوم وهي أيضا مقابلة للقصر الجمهوري ويعني أيضا أن هناك اشتباكات في محيط القصر الجمهوري أو استهداف لهذه القوات التي تحمي القصر الجمهوري من ناحية حلة حمد في بحري على صعيد أم درمان الاشتباكات تتسع دائرتها وصوت إطلاق القذايف والذخيرة تتسع دائرته في هذا الوقت منطقة أم درمان القديمة تسمع كلها الاشتباكات والذخيرة التي تنطلق في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون هذا المبنى مبنى الإذاعة والتلفزيون يقع في حي الملازمين في أم درمان وهو مقابل للنيل بعد ملتقى النيلين مباشرة هو في هذه المنطقة سكان أم درمان القديمة يسمعون هذه الاشتباكات اليوم أطلقت من مبنى وحدة الراجمات الكتبة 148 راجمات في أم درمان وهي مقابلة لحي المهندسين وملاصقة لملاصقة كذلك لوحدة سلاح المهندسين ملاصقة لسلاح المهندسين في أم درمان أحصى سكان حي المهندسين أكثر من أحد عشر صاروخا انطلقت من هذا المبنى بالاتجاه الغربي الاتجاه الغربي هو مكان ارتكاز كبير جدا لقوات الدعم السريع وتسيطر عليه هو الخطة الإمداد الخلفي بوضوح هو خطة الإمداد الخلفي لقوات الدعم السريع التي تصلها من كردفان وبالتالي من دارفور أيضا القوات هذه هناك أخبار منذ الأمس عن أنها تتوقع إمدادا كبيرا يقادم إليها من منطقة النهود والخويفي في ولاية غرب كردفان باتجاه أم درمان بالتوقيت الذي تحدثت به هذه الأخبار من الطبيعي أن تصل هذه القوات تكون وصلت الصباح إلى هذه المنطقة كذلك صوت إطلاق القذائف امتد لمناطق بعيدة جدا في هذه المنطقة في أقصى غرب أم درمان ومناطق بعيدة للغاية في جنوب أم درمان كان يسمع فيها صوت هذه القذائف الخرطوم إطلاق القذائف فيها على مستوى وتبادل إطلاق النار فيها على مستوى منطقة محيط القيادة ووسط الخرطوم القديمة كما قلنا لكن ترتفع الوتيرة كل ما مر وقت تزيد قوة القتال وتحتد الأطراف في التبادل القصف فيها المواطنون وسط هذا يحاولون الخروج من قلب المدينة فرادة أو في مجموعات صغيرة للغاية لا تتعدى الشخصين نعم هنا أسألك در على الوضع الإنساني يعني هناك محاولات فردية للنزوح ولكن أيضا فيما يخص المرافق والحاجيات الضرورية اليومية لسكان الخرطوم هل تتوفر الغذاء الكهرباء الماء مثلا المواد الغذائية أخذ في التناقص بشكل سريع المخابس في المناطق التي يوجد فيها خبز في مناطق الأحياء القديمة في الخرطوم هنا باتت تحدد الكميات للمواطنين لا تسمح للمواطنين بأخذ خبز بأكثر من ألف جنيه الألف جنيه هي فئة قليلة تعادل نحو أكثر من دولار قليلا في هذه المنطقة لا يسمح بأخذ الكمية التي يرغبها المواطنين المواطنون يرغبون بتخزين أو المدنيون يرغبون بتخزين الخبز في المنازل لتوقعات احتمال صعوبة الحركة أو تمدد القتال إلى الأحياء هذه فيأخذون الخبز بكميات كبيرة في حالة تجفيفه أو تخزينه في الثلاجات إن توفرت الكهرباء في هذه المناطق لكن رغم ذلك باتت المخابس تقيد الكميات التي يحصل عليها المواطنون في هذه المناطق وهو أمر جيد حتى الآن في هذه المناطق لأن المناطق الأقرب إلى القتال لا تعمل فيها المخابس أصلا بسبب انقطاع الكهرباء الدايم وانعدام المياه وعدم الأمن أصلا فبالتالي لا يصل العمال إلى المخابس ولا تفتح المخازن أبوابها أيضا خوفا من النهب والسرقات أيضا الوضع الإنساني يتدهور بشكل كبير جدا المحالة التجارية مغلقة في محيط هذه المنطقة منطقة الخرطوم واحد والخرطوم اثنين وحتى الخرطوم ثلاثة مغلقة فيها المحالة التجارية بالكامل وحتى المحالة التجارية في المناطق الأبعد تفرغ من محتوياتها بسرعة الجميع يأخذ كل ما يتسنى له ويشتري كل ما يتسنى له حتى وإن كان لا يعتاد عليه في الطعام يخزنون المواد الغذائية الغذائية بكميات كبيرة في محاولة لتوفير ما يمكن أن ينقذ حياتهم من الموت جوعا في حال ساءت الأمور أكثر مما هي عليه الآن وهو ما حذرت منه اليونيسا فيما يخص الأطفال الذين يعانون من تغذية وضع الأطفال تحديدا كيف يبدو هناك؟ وضع الأطفال المستشفيات التي تتعامل مع الأطفال أكبر مستشفى جحفر بن عوف موجود في قلب الخرطوم جحفر بن عوف هو في دائرة القصف تماما هو مجاور مستشفى مجاور للمستشفى الخرطوم التعليمي ومستشفى الشعب التعليمي لأمراض هو مجاور لهم قبل خمسة أيام قامت قوات الشرطة بمحاولة لإمداد هذا المستشفى بعض المواد الغذائية وأعلنت أنها نجحت في تقديم هذه المواد للمستشفى لكن بعدها لم يتحدث أحد أصلا عن توفير مواد غذائية للمستشفيات وبالتأكيد فيها كمية من العالقين لأنه مستشفى مركزي ويتعامل تحديدا بشكل أساسي مع تعقيدات مشاكل الأطفال ومن ضمنها سوء التغذية أمس أيضا مركز دار المايقومة للأطفال فاقدي السند أطلق نداء أن يطلب متطوعين بشكل عاجل لإرضاع حوالي 35 إلى 40 طفلا من حديث الولادة عمر أيام عمر أيام هؤلاء الأطفال يحتاجون لمن يمدعمهم عبر زجاجات الحليب لأن الأمهات البديلات اللي كنا يقوم بهذا الدور لم يستطعنا الوصول إلى الدار بسبب القتال الدائر وبسبب عدم المواصلات جميع الأسباب المتوفرة الآن في القرطوم لتوقف الحياة نعم متوفرة هي ما تجعلها أولئي السيدات لا يستطيعنا الوصول إلى الدار كذلك الدار بدأ يعاني من شح في المواد وسيكون حسب المنسقين فيه سيكون في الأيام المقبلة لن يكون قادرا على التعامل مع هذه الحالة الدار فيه أربعمائة طفل أربعمائة طفل من فاقد السند في هذا الدار يحتاجون الآن للحليب يحتاجون إلى طعام للأكبر سنا وحتى لمن هم دون السنتين يحتاجون للحليب بشكل مستمير لكن يتتوفر منه الآن كمية محدودة آخذة في النفاذ أيضا في وقت قصير ستكون هناك مشكلة حليب لهؤلاء الأطفال وأيضا مشكلة الطعام لمن هم أكبر سنا ما بين السنتين إلى خمسة أعوام ستكون هناك مشكلة حقيقية في توفير الطعام لهؤلاء الأطفال نعم طيب در البرهان كان قد قال في تصريحات سابقة بأن الشعب السوداني يصطف خلف الجيش بحكم تواصلك مع العائلات السودانية في هذا الظرف هل هناك ربما تلمسين أو تلمسين فعلا على أرض الواقع حقيقة لهذه التصريحات هل هذه المواقف ملموسة فعلا؟ بالنسبة للمواطنين في الشارع في الأحياء وفي مساكنهم الذين نتحدث معهم وحتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الجميع يتهم الطرفين بتدمير البلد لا أحد بالتحديد يتهم القادة بالتدمير اليوم بدأت تظهر بكثافة منذ أمس بدأت تظهر بكثافة منشورات على وسائل التواصل الاجتماع على فيسبوك وعلى الوسائط الأخرى تتهم قيد الجيش نفسه تحديدا تتهم بأنه سبب في تدهور الأوضاع الحالية وبأنه لم يكن بالقوة التي تكفي لحسم قوات الدعم السريع في المقابل هناك من يتهم قوات الدعم السريع بالعمل على إنهاء وجود الجيش السوداني وإلغائه وإحلال نفسها في مكانه لكن الشعور العام لدى المواطنين إن البلاد عالقة بسبب رجلين هذا هو الشعور العام عند المواطنين في السودان البلد تتدهور وتنحدر بسبب رجلين هما عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان حميتي هذا هو الرأي العام السايدة الآن لدى المواطنين البعض يعتقد إنه ما لم تتم إزاحة طبقة الضباط الطبقة العليا من الضباط الذين يمسكون بقيادة الجيش ويعنيون بهذا عضاء المجلس العسكري الذين نفذوا الإنقلاب على البشير وصاروا فيما بعد المجلس السيادي والمجموعة كلها مجموعة الخمسة التي نفذت إنقلاب 21 أكتوبر من العام قبل الماضي بما فيهم حميتي نفسه السودانيون لديهم شعور عميق وقناعة راسخة بأن هذه المجموعة هي السبب الأزمة الحالية في البلاد خصوصا وإنها كانت تتشاكس في الفترة الماضية مع المدنيين من القوى السياسية ثم انتقلت الآن للمواجهات وليس مشاكسات انتقلت إلى مواجهات دامية يدفع ثمنها مدنيون وجنود أبرياء من الطرفين جنود لم يكن أمهم سوى طاعة أوامر قادتهم من الجانبين شكرا لك دورة جنبو كنت معنا من الأخرطون